سكاك الواقعة إلى الشرق من محافظة سلفيت باتت اليوم محاطة بحزام استيطاني يلفها من جميع الجهات فهنا تجثم على أراضي المواطنين عدة مستوطنات بعد أن نهبت مئات الدنومات لصالح التوسع الاستيطاني فيها أنا شخصياً فيه لأرض تحت تبعد منها تقريباً 300 متر إلى ثلاث سنوات الباء التركتور مش كادر ينزل عليها بور يعني صارت بور لأنه منعونا نحرثها فهذا حالنا يعني حفرة امتصاص لبيت ممنوعين نعملها سكاكا هي عبارة عن برد صغيرة تحيط بها المستعمرات من كافة الجنوانة عدد عدد سكانها 1300 نسمة عدد أراضيها 5000 دنوم 812 ومخطط هيكلة بالنسبة لها المعاناة هي المعاناة يومية بعاني منها السكان سواء المزارعين سواء أصحاب المنازل اللي بابنوا بيوت جديدة مثلاً المكان اللي احنا فيه الأصحاب المنازل الموجودين حالياً أعطوهم اختارات هدام هجمة شرسة على أراضي القرية من الجهة الشرقية والجنوبية فالاحتلال ومستوطنوه لا ينفكون عن مضايقة المزارعين ومنعهم من مجرد الاعتناء بأراضيهم التي ورثوها أباً عن جد ويمتلكون من الوثائق ما يكفي لإثبات ملكيتهم للأرض احنا مش كادرين نطلع من باب البيت وبره خمس متر عشر متر أيام كثير الولاد بيقولوا يا با هاي الجيشة أجولنا هاي الجب بيكون على الدوار واكف ويطلعوا أربع خمس جنود بتفحصوا منطقة هاي باستمرار مراكبين كاميرات هاي على الدوار هناك احنا هالسعيات كاشفتنا الكاميرات وشايفيننا سياسات سلطات الاحتلال ومن ضمنها الاعلان عن جميع الأراضي المحاذية للمستوطنات مناطق مغلقة عسكرياً يمنع الفلسطينيون من التواجد بها إلا لفترات محددة وبعد الحصول على التصاريح من قبل الاحتلال في حين يسمح للمستوطنين التواجد فيها في أي وقت وأي زمان منذ أعوام والمعاناة مستمرة والحال يزداد سوءاً في هذه القرية التي تمتاز بجمال تضاريصها وطبيعتها الخلابة إلا أن المقيمين فيها باتوا يقيمون في سجن يملأه الظلم والقهر لينا دوابي تلفزيون فلسطين سكاكا